السلام عليكم طريقة تحضر حشوة اقتصادية و مضاق رائع اتبعوا معي طريقة تحضر و لا تنسوا ان اشتركوا في القناة المقادر احتاج 4 كيلو طحين معلقة ابزار و ملحة على حسب الضغط و خميرات الحلويات ملعقة صغيرة و 4 معلقة زبدة و سوف يكون ملعقة صغيرة و نضيف لها ملعقة زيت زيتون و لدينا و نضيف لها ملعقة فتنجمع العجينة و لدينا كأس اللاروب الماء الدافئ و لا نقوم بتجميع الطقار و لا ندل فتنجمعها في فحوة البلاستيكا و نعود لها في ثلاجة لمدة نصف ساعة او ساعة. ونعدل الحشوة اللي احتاج هنا فيها بصلاة كبيرة مشلدة. نعدلها في المقلات مع ملعقة ديال الزيت وملعقة ديالي بصار. ثومة بودرة وصف ابناتهم ملحة على حسب الضوء دائما وملعقة ديال الصوجة ونشحرها واحد شوية يعني كنشحرها حتى تبدل اللون ديالي وكاد رجع بهذا اللون اللي كنت جاهدو معي في الفيديو وكنزيد عليها الزيتون والثون وكننخلطوها المكونات مع بعضياتهم حتى كندمجونا مع بعضهم ومن بعد ما رسحت لنا الحجيناء اللي خليناها في تلاجة في الصاعة كنطلقوها الفيديو مشالي البنات اللي اطلقت معكم العجينة وموهيم مش المشكل العجينة كنطلقوها كبيرة على المول يعني خاصة تكون بهذه الطريقة اللي كتشاهدوا معي في الفيديو وصفيو كنعدلوها في المول ديالنا وكنتقبوها بفرشيطة ضروري باش مكتنفخ لنشف الفرن وكنزيدو عليها ذيك الحشوة اللي وجدنا مع بعضياتنا تونو والبصلة مشلطة والزيتون وفي العصوص البنات تحتاجين جوج بيطات مع جوج مع علاقة ديال الميزينة وخميرات الحلويات ملعقة كبيرة كما كتشاهدوا معي وقبيصة ديال صحتار وملحة قبيصة سوف نخلطو ديال المكونات مزيان مع بعضياتهم كما كتشاهدوا معي وكنزيدو عليهم كريمة السائلة يعني كريمة غدائية ممكن لكم انكم تعودوها بطنون طبيعي وكنزيدو عليهم الجبن المبشور وصفق نخلطو المكونات جيدا صفق نزيدوه للكش ديالنا وكندخلوها للفرن كجلونه من الأعلى ومن الأسفل ومن الضرنة الحرارة 180 موسيقى وهذه هي النتيجة التي يجعلنا لك يجول دادين رائحين خاطرين كم صحكم تجربوا ودركوا في كومنتر ونبقى اليوم نقول لكم الصحة والراحة موسيقى